أوصت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الحكومة بتبني سياسات تشجع على استثمار المغتربين الأردنيين عبر تجيع برامج ريادة الأعمال وتوجيه حوافز للاستثمار في المحافظات إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع المالي وقالت دراسة بعنوان المغتربون الأردنيون الفرص والتحديات إن أحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي بيّنت أن السعودية تصدرت قائمة العشر دول كمصدر لحوالات المغتربين الشخصية إلى الأردن في العام 2015 بقيمة مليار ونصف المليار دينار تقريبا ثلتها الإمارات بقيمة 724 مليون دينار ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحوالات تبلغ 375 مليون دينار في حين تديّلت عمان قائمة أعلى عشرة مصادر لحوالات المغتربين الأردنيين لعام 2015 بقيمة 47 مليون دينار سبقتها البحرين بقيمة 60 مليون دينار ومن ألمانيا بقيمة 65 مليون دينار واصل أداء بورصة عمان تحقيق تحسن في المؤشرات وحقق في ثالث جلسات تداود الأسبوع الحالي ارتفاعا في حجم التداول متجاوزا عشرة مليون دينار حيث تمت صفقة خلال الجلسة على أسهم شركة صناعية في حين ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة طفيفة مؤشرات التداول أظهرت أن إجمالية حجم التداول لجلسة اليوم بلغ حوالي 16 مليون ومائتي ألف دينار تحققت عبر تداول 7 مليون وثمانمائة ألف سهم نفذت من خلال ثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية وخمسين عقدا وقطاعيا ساهم قطاع الصناعة بأعلى نسبة في إجمال حجم التداول وبلغ 51 و81 في المائة والقطاع المالي ثانيا بنسبة 38 وستة وستين في المائة أما الخدمات فساهم بنسبة تسعة وثلاثة وخمسين في المائة أما مستويات أسعار الأسهم فارتفع الرقم القياسي العام لإغلاق اليوم إلى 2238 نقطة بارتفاع نسبته 13% بدعم من القطاع المالي والذي ارتفع بنسبة 24% والخدمات ارتفع بنسبة طفيفة في حين انخفض للصناعة بنسبة 21% أما شركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 66% مناجم الفسفات الأردنية بنسبة 56% أما الأكثر انخفاضا فهي العربية للاستثمارات المالية بنسبة 96% والقرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية بنسبة 5% بمشاركة أكثر من 120 خبير توظيف الشباب من العالم بدأت اجتماعات مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية من أجل تحسين الفرص الاقتصادية للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركز المشاركون على وضع استراتيجيات توسيع نطاق إيجاد الحلول لمشكلة توظيف الشباب والابتكار التكنولوجي الذي يسهل عملية الوصول إلى برامج التدريب المنتهية بفرص عمل التي تقدمها مؤسسات التعليم لأجل التوظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخلال الاجتماع طرحت مجموعة من الحلول المبتكرة من قبل الرواد لتوظيف الشباب في ظل التغيرات التي طرأت على بيئة العمل ومتطلباتها الغاية الأساسية من المؤتمر هي تبادل الخبرات اللي احنا بنقوم فيه هون بالأردن هو عبارة عن تدريب الشباب الأردني لمهن محددة بالتنسيق والشراكة مع القطع الخاص فعلى سبيل المثال هو الموضوع اللي بنعمله نبحث مثلا عن شركة معينة عندها حاجة لعشر موظفين على سبيل المثال يتمتعوا بمهارات معينة شركتنا تقوم بتدريب الباحثين عن العمل بجميع المهارات الضرورية لتلك المهنة تحديدا يسجل قطاع المياه في المملكة تسارعا ملحوظا في زيادة استهلاك الكهرباء حيث يستهلك أكثر من 12% من إجمال الطاقة المستهلكة في المملكة بحسب مداخلة لوزير المياه والريح حازم الناصر خلال مشاركة في أعمال القمة الأردنية للطاقة وبيّن الناصر أن التسارع الملحوظة في زيادة استهلاك الطاقة في المملكة جاء نتيجة تزدياد الأنشطة وتوسيع المناطق التي تحتاج إلى خدمات المياه والصرف الصحي والتي انعكست على كلفة تزويد المواطن بالمياه مشيرا إلى أن كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية تبلغ ربع مليار دولار وأضاف أن ارتفاع كلفة الطاقة دفع الوزارة إلى تنفيذ أربعة مشاريع لتوليد الطاقة الكهرمائية لتخفيض فاتورة استهلاك الطاقة بما يزيد عن 20 مليون دينار سنويا طرحت دول منطقة اليورو 19 ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو للتداول ضمن سلسلة تعديلات لضمان حماية أفضل ضد التزوير وتتضمن الورقة الجديدة رسم الأميرة أوروبا المستوحى من الميثيولوجيا اليونانية ضمن نافذة شفافة تقع بدورها داخل شريط معدني إلى يمين الورقة والرقم 50 كتب باللون الأخضر الذي يتبدل تلقائيا مع طي الورقة وأعلن عن الورقة النقدية الجديدة في مؤتمر صحفي في باريس حيث سيتم طبع 6 مليارات و 500 نموذج منها وستحل تدريجيا محل الورقة السابقة من الفئة نفسها التي ما زالت متداولة والأكثر استخداما في منطقة اليورو حيث لم يطر عليها أي تعديل منذ أبصرت العملة الموحدة النور في العام 2002 بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتحضير لإعداد التقرير الطوعي الوطني للأردن المنوي رفعه إلى المجلس السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة ليتم عرضه ومناقشته في شهر تموزة من العام الحالي وبالتشارك مع الجهات المعنية وفي ذات الإطار بدأت وزارة التخطيط بعقد ورشاة عمل لكافة الجهات ذات العلاقة لإطلاع المشاركين فيها على الإجراءات التي تم اتخاذها حول تنفيذ أجندة التنمية المسدامة 2030 بما يتناسب الأولويات الوطنية والترتيبات المؤسسية لذلك وتهدف الوزارة إلى تبادل الحوار حول الأولويات الوطنية وسبل مشاركة أصحاب المصلحة في التنفيذ وكذلك الرصد والمتابعة للإنجازات والوقوف على التحديات التي تواجه ذلك وتستهدف ورش العمل مؤسسات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والمرأة والأكاديميين والبرلمانيين تواصل أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة خلال اجتماع مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر أشريد إلى قرارات تدعم النشاط التجاري والاستثماري في مدينة العقبة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أعلن عن إنشاء لجنة سياحية في الغرفة لإعداد برامج ترويجية تستقطب السياح الأجانب وطالب خلال الاجتماع بعادة النظر بقرار منع الحجاج والمعتمرين من التسوق في ظل وجود قرار منذ العام 1983 بمنعهم بهدف تنشيط القطاع التجاري في حين أعلن مفاوض الجمارك في سلطة العقبة محمود خليفات عن توجه لتأسيس غرفة مشتركة بين السلطة ومؤسسة الغذاء والدواء لتذليل العقبات أمام هذا القطاع